رفع القوة القاهرة عن جل الحقول والموانئ النفطية وإعادة تصدير النفط الخام عقبه افتتاح أول حقل النفطي بعد ثورة فبراير مصطفى صنعلا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط طالب نيابة عن 65 ألف عامل في قطاع إنتاج النفط الليبي بتطبيق قواعد الشفافية وإضاحة آلية الإنفاق للأموال التي تجبى من النفط ومحاربة الفساد الذي وصفه بأنه قد ضرب أطنابه في مؤسسات الحكومة اعتمادات وهمية يعني كان ناس معدامين لا شيء ناسا في حاليا نصبهم عندهم عشرات ومئة مليون حتى مليارات بالسبب اعتمادات وهمية كل المؤال ضالعة من النفط هذه المؤال النفط المؤال الليبيين وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعادت عملية الإنتاج بالتعاون مع شركائها الدوليين اتبلغ إجمالي التصدير اليومي 680 ألف برميل يوميا في انتظار العودة إلى معادل التصدير لمرحلة ما قبل عدوان حفتر على العاصمة وأن يظهر للعلن كيفية أنفاق الدخل الناتجي من تصدير النفط حتى لا يكون بابا من أبواب الفساد في البلاد اشتركوا في القناة